بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اليوم بإذن الله سوف نتناول في درسنا المجال المغناطيسي حول المغانض الدائمة معكم الأستاذ العنود الهملان مراجعة الدرس السابق عندنا خصائص المغانض تناولنا في الدرس السابق اللي هو البوصلة وذلك عن طريق أن وضعنا مغناطيس مغناطيس قربناه من عند البوصلة نلاحظ أن إبرة البوصلة تشير إلى اتجاه مختلف عن اتجاه البوصلة بدون مغناطيس وذلك لماذا؟ لو أبعدنا المغناطيس لاحظنا أن مؤشر البوصلة يرجع مرة أخرى إلى القطب الشمالي بناسبة أن القضيب المغناطيسي الأرضي يكون القطب الشمالي متجاوب مع مغناطيس الأرض للقطب الجنوبي هذا في البداية عندما نقرب المغناطيس نلاحظ أن إبرة البوصلة تختلف تماما وذلك لتأثرها بوجود المغناطيس حولها عند إبعادها نلاحظ أنه يشير إلى اتجاه الشمال لأنه يتأثر تأثرا كامل بالمغناطيس الأرضي للقطب الجنوبي نأتي عند المستقطب المستقطب بمعنى أنه مهما جزأنا المغناطيس إلا أنه يظل له قطبا قطب شمالي وقطب جنوبي القطب الشمالي يسمى بالباحث الشمالي والقطب الجنوبي يسمى بالباحث الجنوبي المغناطيس المؤقت والدائم بمعنى لو جذبنا مشبك من مسمار للاحظنا أن هذا المغناطيس يجذب المسمار وأن المسمار يجذب المسابك أو المسامير الأخرى بمعنى أنه يعمل كمغناطيس وعند فصله تنجذب هذه المشابك للمسمار فترة مؤقتة ومن ثم تبدأ تتساقط دليل على أنها انتهت مدتها المغناطيس الأرضي كما ذكرنا أن الأرض يكون لها قطب مغناطيس هنا الجنوبي وهنا الباحث الشمالي ومن الباحث الجنوبي يأخذ النص الأرضي القسم العلوي أي أنه الشمالي لذلك إبلة البوصلة دائما تشير إلى اتجاه الشمال صناعة المغناط تكلمنا عنها وذلك بأن المغناط تصنع من الحديد وكذلك النيكل والكوبالت والألمنيوم فتخلط مع بعضها البعض المغناطيس الأرض تكلمنا عنه تأثير المغناط في المواد أن المغناطيس لا يجذب إلا الأشياء المصنوعة منها الحديد الفلزات بشكل عام يجذبها وخاصة اللي هو الحديد اليوم بإذن الله تعالى سوف نأخذ المغناط الدائمة والمؤقتة من فهرس الكتاب وعندنا اللي هو الأهداف الهدف عندنا تقارن بين المجالات المغناطيسية المختلفة المفردات سوف نتناول التدفق المغناطيسي والقاعدة الأولى ليد اليمنى والملف اللولبي المغناطيس الكهربائي والقاعدة الثانية ليد اليمنى والمنطقة المغناطيسية المجالات المغناطيسية حول المغناط الدائمة ما المقصود بالمجال المغناطيسي ذكرنا المجال المغناطيسي في الدرس السابق بأنه الحيز أو المنطقة التي تظهر فيها آثار هذه المغناطيس فلو تناولنا هذه التجربة البسيطة أحضرنا ورقة وقطعة من المغناطيس جعلنا هذه المغناطيس تحت الورقة ومن ثم أخذنا برادة الحديد ونثرناها حول هذا القضيب نلاحظ أن برادة الحديد طبعا شكلها هي زي البودرة شكلها مثل البودرة نلاحظ أنها اتخذت شكل معين وخاصة عند الأقطاب عند الأقطاب اتخذت شكلا معينا وبدأت كأنها أشكال خطوط واقفة متناثرة حول القطب الشمالي والقطب الجنوبي من هذا المبدأ سوف نتعرف على اتجاه خطوط المجال المغناطيسي هل المجال المغناطيسي خطوط وما هي اتجاهاته وكيف تكون كما اتضح لنا من التجربة أن خطوط البرادة برادة الحديد تتركز أكثر شيء عند الأقطاب لماذا؟ لأن في الأقطاب قوة مغناطيسية هائلة متمركزة أكثر منها في الوسط المجالات المغناطيسية كميات متجهة كيف عرفنا لها متجهة؟ أن المجال المغناطيسي اتجاه لها خطوط في أثناء وضعنا لبرادة الحديد على قضيب المغناطيس في المنطقة التي تؤثر فيها القوة المغناطيسية لاحظنا أن القوة المغناطيسية تتركز في الأقطاب بشكل كبير جداً كل قطعة من برادة الحديد تصبح مغناطيس في هذا الوقت بواسطة الحث مثل إبرة البوصلة تماماً إبرة البوصلة تأثرت بالمغناطيس إذن هنا برادة الحديد المتفتتة أصبحت كأنها مغناطيس عملت عمل المغناطيس لأنها اتصلت فيه وبالتالي أصبحت مشهونة بالحث وذلك لاتصالها بالقضيب المغناطيسي واتخاذها لاتجاه معين المجال المغناطيسي في ثلاثية الأبعاد برادة الحديد عندنا في محلول الجيرسرول وعندنا أيضا مجال المغناطيسي في الثنائية الأبعاد كبرادة الحديد على ورقة أو طاولة خطوط المجال المغناطيسي ما هي خطوط المجال المغناطيسي الموجودة عندنا على الورقة؟ إن خطوط المجال المغناطية ستشبه خطوط المجال الكهربائي في كونها وهمية أنا لا أرى هذه الخطوط كما في الصورة تتضح لنا هنا أنا لا أرى هذه الخطوط هي خطوط وهمية لا يمكن رؤيتها ولا يمكن مشاهدتها ولكن نشعر بوجودها التتركز أكثر شيء في الأقطاب من خلال هذه التجربة لذلك نصل إلى مصطلح اللي هو التدفق المغناطيسي فما المقصود بالتدفق المغناطيسي؟ التدفق المغناطيسي هو عدد خطوط المجال المغناطيسي التي تخترق السطح هل رأينا خطوط تخترق السطح؟ طبعا هذه الخطوط وهمية لا أصطى لها ولكنها موجودة بالفعل في التجارب الفيزيائية عندما نثر أبرادة الحديد على الورقة وتحتها مغناطيس لرأينا أن برادة الحديد اتخذت أشكال خطوط واقفة التدفق عبارة عن وحدة مساحة يتناسب طرديا مع شدة المجال المغناطيسي ويتمركز أكثر شيء عند قطبي المغناطيس اتجاه خطوط المجال دائما خارج المغناطيس عكس اتجاهها داخل المغناطيس مثلها مثل البطارية لذلك قلنا أن المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي ما هما إلا وجهان لعملة واحدة فنحن نعلم أن البطارية يكون لها اتجاهان كما أخذناها في الفصل الدراسي الأول يكون خارج من الموجب الشحنات تسير في السلك وداخله إلى القطب السالب هذا بالنسبة للبطارية إذن ومن ثم تكون داخل البطارية عكسها من السالب إلى الموجب إذا خارج البطارية يكون من الموجب إلى السالب ومن الداخل من السالب إلى الموجب لذلك نقول أنها عكسها بحيث أنها تكمل تائرة كاملة كذلك بالنسبة للمغناطيس فإنها تتجه خطوط المجال المغناطيسي من القطب الشمالي أو الباحث الشمالي هي خارجة من القطب الشمالي وتكون داخله إلى القطب الجنوبي ومن داخل تكون تسري من الجنوب إلى الشمال خارج المغناطيس تكون من القطب الشمالي وداخله إلى القطب الجنوبي كأنها نافورة إذن كأنها نافورة نشبهها دائما بالنوافير تدخل من القطب الموجب وتخرج من القطب الشمالي إذن تخرج من الشمالي وتدخل للجنوبي إذن لها طيقتين الطريقة الأولى خارج المغناطيس أنها تكون خارجة من القطب الشمالي وداخله إلى الجنوبي تكون داخله هذا في المغناطيس اللي ظاهر أمامنا طيب داخل المغناطيس كيك عشان يكمن دورة كاملة لابد أن يكون من الداخل من الجنوبي إلى الشمالي من الجنوبي إلى الشمالي لكننا ما يهمنا داخل المغناطيس إحنا اللي يهمنا اللي هو خارج المغناطيس لذلك تكون خطوط التدفق أو خطوط المجال المغناطيسي دائما خارجه من القطب الشمالي وداخله إلى القطب الجنوبي ونوع المجال المغناطيسي يتكون دائما من زوج من القطبان المغناطيسية خطوط المجال لقطبين متشابهين كيف يكون لما يكون عندنا أقطاب متشابهة كيف يكون ولما تكون عندنا أقطاب مختلفة كيف تكون إذا ما يكون عندنا أقطاب متشابهة سنرسم الوضع أقطاب متشابهة مثلا آخر قضيب مغناطيسي أحط هنا القطب أو الباحث الشمالي وهنا أيضا الباحث الشمالي نحن نعلم أن خطوط المجال تكون خارجة من وين؟ من القطب الشمالي إذن راح تخرج من الشمالي خارجة طيب وهنا أيضا قطب شمالي إذن هنا راح تكون خارجة في نقطة هنا في المنتصف ماذا يحدث؟ نلاحظ أنهما يتنافران طالما يتنافران إذن هنا راح يكون فيه مسافة لأن خطوط المجال متنافرة فالأقطاب المتشابهة تتنافر والأقطاب المختلفة لو قربنا من هنا قطيب شمالي نغير اللون القلم حطينا هنا قطيب جنوبي كيف تكون خطوط المجال الكهرباء المغناطيسي بينهما؟ خارجة من القطب الشمالي إذن متجهة إلى القطب الجنوبي تكون داخل إلى القطب الجنوبي وبذلك يحصل التجاذب أو التشابك بينهما لماذا؟ لأنها تكون خارجة منه الشمالي وداخل إلى القطب الجنوبي وبالتالي تقل المسافة ويحدث هناك انجذاب فيما بينهما وتنجذب القضيبين مع بعضهما الباب إذا حملت قضيبين مغناطيسيين على راحة يدي ثم قربت يدك أحدهما إلى الأخرى فهل ستكون القوة تنافر أو تجاذب في كل الحالتين الآتيتين؟ تقريب القطبين الشمالي أحدهما إلى الآخر عندما نقرب قضيب شمالي هنا قضيب شمالي وهنا قضيب شمالي كما شاهدنا من قبل في الصورة إذن هنا القضيب الشمالي تخرج خطوط مبتعدة أو خارج القطب الشمالي وكذلك من هنا خارجه من القطب الشمالي فتكون القوة بينهما تنافر أما إذا كان القطب الشمالي وقطب آخر جنوبي كما شاهدنا في هذه الرسمة أو في هذه الشريحة القطب الشمالي تخرج منها الخطوط متجهة إلى القطب الجنوبي وداخل للقطب الجنوبي فتقل المسافة فيما بينهما فيحدث بينهما تجاذب يبين الشكل واحد سبعة خمسة مغامط في صورة أقراص مفقوبة بعضها فوق بعض فإذا كان القطب الشمالي للقرص العلوي متجهة إلى الأعلى إذن هذا معناه النقعص شمالي فما نوع القطب الذي يكون نحو الأعلى يريد فقط القطب نحو الأعلى في قطب الثاني إذن نرقم هذه الأقراص هنا أربع و هنا خمسة إذا كان هذا شمالي فطبيع الثاني يكون هنا يكون هذا جنوبي يكون هذا شريحة جنوبية إذا كان هذا جنوبي إذن هنا بينهم مسافة وبحسب الأقطاب اللي أخذناها والشرائح واتجاه خطوط المجال أنها تكون إذا كانت متباعدة عن بعضها البعض إذن تكون متشابهة حسنتم إذن هنا تكون مسافة بينهم إذن هذا قطب جنوبي إذن نبد والآخر طبعا إذا كان هذا جنوبي إذن هنا رح يكون شمالي طيب في مسافة بينها وبين القرص التالي معناها أن القرص التالي أيضا شمالي واللي بعد وهكذا إذا كانت مسافة بين أقراص المغناطيس معناها أن كل قرص يحتوي على القطب المشابه له لذلك حدث بينهما تنافر وبالتالي أدى إلى وجود مسافة لا تقول مغناطيس معناها أنها يحتوى التجاذب لا إذن على حسب الأقطاب المتلاصقة أو المتجهة ناحية بعضهما البعض فإذا كانت وجود فيه مسافة معينة معناها أنه يكون تنافر إذن الأقطاب متشابهة أما إذا كان المسافة بينهما قليلة أو متلاصقة إذن الأقطاب المختلفة تتجاذب يجذب مغناطيس مسمارا ويجذب المسمار بدوره قطعا صغيرة كما هو موضح فأي طرف المسمار يمثل القطب الجنوبي دائما إذا كان عندي قضيب وهذا القطب الشمالي يجذب مسمارا إذن ما جذب من هذه المسافة إلا لأن هذا القضيب أو المسمار من هنا يكون جنوبي يكون دائما جنوبي هذا يمثل قطب الجنوبي لذلك يكون اللي في الأسفل طبعا القطب المختلف له لماذا تكون قراءة البوصلة غير صحيحة أحيانا؟ أحيانا أحيانا أضع البوصلة حولي يكون قراءتها عندي هنا غير صحيحة مثلا تكون مختلفة لما أطلع فوق الجبل عند لما أكون عند البحر على سطح البحر لما أكون في البيت غير لما يكون على تل أو خضبة لماذا؟ لأن المجال المغناطيسي للأرض يشوه بواسط الأجسام المصنوعة من الحديد والنيكل والكوبالت والألمنيوم الموجودة على مقربة من البوصلة وبالتالي بواسط هذه الخامعة نفسها يحدث هناك تشوه في قيمة الصحيحة التي تعطيها القراءة للبوصلة هذه التجربة عملناها خطوط المجال المغناطيسي في الصورة هنا واضحة جدا عبارة عن خطوط وهمية لا أصطلها لكنها تساعدنا على تصور هذا المجال وتزودنا بمقياس لشدة المجال المغناطيسي الموجود فيها التدفق المغناطيسي عبارة عن ماذا؟ ما هو التدفق المغناطيسي؟ معظم التدفق يتركز حيث يكون المجال المغناطيسي عندهما أكبر ما يمكن من خلال الصورة نلاحظ ونعرف وين يتركز التدفق المغناطيسي ممتاز إذن هنا يتركز عند الأقطاب لماذا؟ لأنه متمركزا عندها عدد خطوط الموجودة عند الأقطاب كثيرة جدا مقارنة بعدد الخطوط الموجودة في المنتصف إذن هنا معظم التدفق يتركز عند الأقطاب عند الأقطاب إذن هنا انظر خطوط المجال المغناطيسي الأرضي الموضحة في الشكل أين يكون المجال المغناطيسي أكبر؟ عند القطبين؟ أم عند خط الاستواء؟ وضح إجابتك الآن عندنا الكرة الأرضية تحتوي على مجال مغناطيسي بداخلها القطب الشمالي للمغناطيس يكون في الجزء الأسفل من الكرة الأرضية والقطب الجنوبي للمغناطيسي يكون في الجزء العلوي من الكرة الأرضية إذن هنا أين يكون المجال المغناطيسي أكبر؟ يكون المجال المغناطيسي أكبر عند الأقطاب لماذا عند الأقطاب؟ إذن هنا يكون عند الأقطاب لماذا؟ لأن عدد خطوط المجال المغناطيسي المتدفقة عند الأقطاب أكثر منها في الوسط لاحظ هنا في هذه الصورة هنا يكون خطوط متباعدة بعكس ما يكون هنا عند هذا القطب وعند هذا القطب تكون عدد الخطوط فيها أكثر منها في الوسط اتجاه خط المجال المغناطيسي يحدد اتجاه خط المجال المغناطيسي بحيث فراء من القطب الشمالي للمغناطيس كيف تكون خطوط المجال المغناطيسي من القطب الشمالي؟ ممتاز خارجة إذن هنا خارج من القطب الشمالي للمغناطيس وكيف تكون بالنسبة للقطب الجنوبي؟ إذن نلاحظ رأس الأسهم هنا أنها داخلة إلى القطب الجنوبي إذن هنا تكون إلى الداخل في هذه الرسمة تتضح لنا خطوط المجال المغناطيسي بصورة واضحة أن الأقطاب المختلفة ماذا يحدث بينهما؟ يحدث بينهما تجاذب إذن هنا في الأقطاب المختلفة تجاذب وفي الأقطاب المتشابهة نفس القطبين الشماليين في هذه الصورة حتى في برادة الحديث هنا تتضح لنا واضحة إذن تكون تتنافر أو تنافر ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة عزيزي الطالب واحد المجالات المغناطيسية كميات قياسية لا تكمل إذن هل المجالات المغناطيسية كميات قياسية؟ طبعا خطأ إذن هي كميات متجهة التدفق المغناطيسي عبر وحدة المساحات يتناسب طرديا مع شدة المجال المغناطيسي ممتاز صحيح يحدد تجاه خطوط المجال المغناطيسي بحيث تكون خارجة من القطب الجنوبي لا أتكمل هل هي خارجة من القطب الجنوبي أم داخلة؟ إذن هي داخلة إذن هذه العبارة غير صحيحة معظم التدفق المغناطيسي لمغناطيسة يتركز في منتصف المغناطيس إذن هل هذه العبارة صحيحة؟ طبعا خطأ وإنما عند الأقطاب تتركز القوة المغناطيسية كميات متجهة توجد في المنطقة التي تؤثر فيها القوة المغناطيسية من هي الكمية المتجهة التي توجد في المنطقة الموجودة فيها القوة المغناطيسية؟ هل هي منطقة المغناطيسية أم المجالات أم المجال الكهربائي؟ مجال مغناطيسي أم مغناطيس الكهربائي؟ ممتاز اللي هي عبارة عن المجالات المغناطيسية تتركز في القوة المغناطيسية يحدد اتجاه خطوط المجال خارج المغناطيس بحيث تكون خارجة من القطب الجنوبي وداخلة إلى القطب الشمالي مع الإجابة هنا خاطئة لماذا؟ لأنها خارجة من القطب الشمالي وليس داخلة إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ ما هو ملخص درسنا لهذا اليوم؟ نلاحظ أن درسنا كان عبارة عن المجالات المغناطيسية حول المغانط الدائمة لاحظنا أن القوة تتركز في الأطراف أو الأقطاب للمغناطيس أن يحدث بينهما قوتين إما تنافر وإما تجاذب الأقطاب المتشابهة تتنافر لأنها كمية متجهة وبالتالي تخرج من القطب الشمالي فإذا كانت متشابهة خرجت منهم قوتين مع بعضهم البعض أدى إلى تنافرهما أما إذا كانت الأقطاب مختلفة فيخرج من الشمال ويدخل إلى الجنوب يحدث بينهما تجاذب فتتجاذب بعضهما البعض فهي كمية متجهة خطوط المجال المغناطيسي عرفنا كيف نرسمها إذا التدفق المغناطيسي عبارة عن وحدة المساحات الموجودة تتناسب تناسبا طرديا مع شدة المجال المغناطيسي اتجاه خطوط المجال عرفنا أنها خارج من الموج الشمالي وداخله إلى الجنوبي رسم الخطوط عرفنا كيف نرسم هذه الخطوط بناء على معرفتنا للأقطاب فإذا كان هنا عندي شمال وجنوب خارجه من القطب الشمالي وداخله إلى القطب الجنوبي هذا ما تعرفنا عليه في درسنا لهذا اليوم نستودعكم الله للقاء بكم في الدرس القادم بإذن الله شكرا شكرا شكرا